اليوم اثناء مدى نظف الحوض اكتشفت عندي زمجة تعاني من تعفن الزعانف وتساقطها وحمرار نهاية الزعنفة هذا الذكر الحلو واني مربيه من البيضة كلش نشط عمره هسه ثمت شهر هذا المرض مو معلي لا تخافون منه عالجوا سمكة ورجعوها ويا بقية الاسماك هسه راح شوفكم الخطيه هو شقد من التأذي بتشوفون زعانفة شون واقع خطيه وهذا كله واني ممنتبه بس ان شاء الله هسه شوفكم شون علاجه بسيط نحتاج العلاج هاي سمكة نحط سطح املس عند خلي سمكة عليه غير نافذ للموين نحتاج غلاس مي خاشوقة ملح صخري او بحري والمثلين بلو من الضروري اذا ردنا نعالج الاسماك نستخدم ملح طبيعي اما صخري او بحري لان الملح الصناعي يحتوي على المواد الحافظة المواد الحافظة ضارة جدا بالاسماك نحتاج خاشوقة ملح كوف نذوب هزين بالمي اريدكم ان تنتبهون من اطلعون السمكة من المي اطلعوها بكل بطل على مود يتنظم الضغط اللي بداخل السمكة نوبا تنطلع السمكة نرجحها للمي تنقلب السمكة على صفحتها كل هذا بسبب انه يختلف عندها الضغط بالحواصلات الهوائية اللي بداخلها اللي يسبب لها بعدها انه تصبح السمكة بالمقلوب ومع الاسف يكون علاجها كل الصعب وبعض الاحيان ما لا علاج ابدي امسح زعانفها بالمي اللي ذوبت بين ملح قبل شوية رح ابدي اسكو بالمي اللي ذوبت بين ملح قبل شوية وامسح بايدي الزعانف على المدوقع الزعانف التالفة وقطي مجال للزعانف انه تطلع جديدة مرة ثانية امسح الزعانف بكل خفة حتى لو يوقع جزء من الزعانف بس رح يطلع لها زعانف جديدة وسليمة كل حمرار تشوفوه صارب زعانف في السمكة هو بسبب سوء حالة المياه اللي صارب هاي السمكة هو بسببي انا ما بدلت المي حوالي صارلي شهر والسبب الثاني بتساقط الزعانف هو اختلاف درجات حرارة المي اللي صار عندي ضفة مي جديد للحوض كانت درجة حرارته تختلف عن درجة حرارة الحوض هاي الصدمة تسبب تساقط الزعانف بعد ما مسحت جلدها بالمي المالح هسه رح اضيف جم قطرة من محلول المثلين بلو هذا يساعدها على الشفاء بسرعة همي انا رح بدي امسح الزعانف مالتها الباقية على كيفي على متسقط شكه زعانف تهالفه وانطي فرصة انه تنمو زعانف جديدة اللي رح يصير رح تلاحظون انه زعانف السمشة اللي تسقط وتطلع جديدة رح تطلع لها بغير لون يعني باللون الاحمر بعدين ترجع تاخذ لون البيض ورما عالجتها رجحها على كيفي بالمي فثما قلت لكم عام ليس رأدها اختلاف بالضغط وتنقلب السمكة على جانبها وهي السمشة بعد يوم واحد من العلاج يطلب نمو زعانف حوالي شهرين الى ثلاثة شهر بهاي المدة رح يتغير لون الزعانف بس كل شي طبيعي واحتمال اذا بقت هاي البقع الحمرة اللي على ذيلها رح اعيد العلاج بعد ثلاث تيار هذا المراض على العموم ايخوف ان شاء الله رح تشفى بالايام القادمة واصور الكميان في مالا